سوف نقدر الإرابي لمعرفة القطعة السلام عليكم المتابعين نحتاج للإعادة مباركة سوف يدخل عليكم العيد بأحسن الأحوال السلام عليكم سنوات 8.88 اعواشركم مباركتي سوف تخيبكم العيد بأحسن الأحوال الموضوع اليوم اجد نهضر في واحد الموضوع اللي دبه مع هاد العيد كل شيء يعاني ومنه مع الغلاء زعمه لا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصراحة هاد هاد العيد جاب الغلب بزاف كتر من العام اللي فات العام اللي فات كان فيه الغلاء ولكن مشي بحل هاد درجة ما سوف نقوم بزاف كتر مخلق ما عرفت منين جاه هاد الشيء مهم ما سوف نقول تبغير بطن هذا على هادوك اللي كي صدقوا كي يجيوا كي يقولون لك غن عاونوا البوبريين مهم فاد مهم فاد العيد ولا فرنطة مهم في أي مناسبة يعني كبيرة كي يجيوا كي يقولون لك نخرجوا العشور وغن تشريوا الحوالة وغن نعطيه الفلوس مهم كل واحد يعني كيفاش يعمل الصداقة ديالو مهم انسي ورم خيني خيني تكن الصداقة الصفوغ نرعشور المناسبة زعمه ما شاء الله يعني اللي تقبل مهم اي مناسبة اي شخص يقاركو منيش غاي ادقى صداقة رزوها الصدقة يعني غايج الناصيب رزوها الصدقة يعني ما شاء الله اللي تقبل اسنين شنين خطأ ولكن يعملوا الخطاء خطأ كبير انهم ما كيمشوش اللول لعائلة ديالهم لك انت يجي تتصدق بالنية تصدق سير اللول عند العائلة ديالك خونك الخوز pies المحيط خوز عائلة ديالك خوز بنت خوز لي خوزي كITHلام خوز عائل مهم الى اخرين سُول هم يومين كيفاش Key هين شى كيف logo عايشين ااه الظروف ديالهم تقبل ان شاء الله pump ه بدلان خالك schauen kass g Students ايPLِ عنده الخليم او لم ينجل الرجل او ضرورتي اللولة اي اوOULD RAAB صدق عليهم اللون شوف الأحوال ديالهم واشكين شي واحد لي غايجيب ليهم الحولة دياله ولا ما عندهم شي تكساعد انت يجسير ولا انتينا شوفي الجارة شوف اللون تحياتي لك جنيدة بعدها بغيت نشكر من هذا المنظر اختي جنيدة نشكر شوفت عليه الجنيدة لكو تحياتي越ى الـ ما شاء الله تصدقين صدقين تبدى أني تماما تعاونت معارا ومجمة هذا ما تبدى أني تماما تحياتي يعني تسوز على الهتمام تسوز على العائلين من الدول العائلين فهي معنى يجب أن يحملها حتى يفقد في نصب الناس ونصبه فهي هو تعالى في عائلين يجب أن تفقد في نصب الناس أو الفقراء يعني يجب أن يجحد هذا هو تعالى في عائلين وماشاء الله سوف نحن في مقرم لا يتقبل عن حقه فيما يقان الصداقة يعني إضافة المحيطين عليك الصداقة ماشاء الله حتى يومين ترتيبت من التحسن في خلال يومين ترتيبه يومين ترتيب سارة يومين لا يقوم بجوار كثيرة غير شواركك اوروبا من المشكلة حلال المثال يومين تضيتها و كانت تمر جنوتيتها بفواسط عائلين تحسن ما شاء الله يومين ترتيم اقتاكي سن لا رس نضطوني كورشي ما شاء الله لا يتقبل منك مهم هناك الكثير من العائلات يأتي و يصدقون زعمان و يمشي و يصدقون بره تصدقون عبارة يعني تصدقون عائلة سن لأنني تصدقون لأنني تصدقون لأنني تصدقون ما شاء الله تصدقون تصدقون عاشين تصدقون مهم تصدقون نطلب هناك تعوان كورشي فميليان 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 تصدقون فميليان تصدقون لأنني تصدقون لأنني تصدقون لأنهم 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 لا أتسل عائلة لكم أعافة لكم أعافة لكم أحيان الظروف يعني سخارين قد تحصى قدوان و لا يمشي نحجة و لا يمشي 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 وكثير و يمشي كما نعرف في حالة المدينة بمشي و المشي مستوى لا يمشي لا يتم تف允ه يمشي وعندما تقوم بعمل عمل عملات الحيوية وعندما تقوم بعمل عملات الحيوية لا تأتي بالفرق حشومة وعب كما يصل على المساجة للعمل قالوا لي اهدري على هذا الموضوع بزفت العائلات و انا كنشوف منهم قلت لي لديك الاخت اللي اتصلت معي في انستجرام قلت لي هاتا انا عندي هاتشي في الفاميليا اللي كي يعملو هاتشي كي ستقو بره و ما كي ستقوش في الدار في العائلات ديالك رغم ما عندك صدقة باش واحد غا تجرح و تبكي ليس له و كي ستقوش في الدار و بذلك ستقوش في الدار للتقوش في الدار لى الدارات داعك برقاء نسية و لتقوش في الدارات و قمت بأن رأسنا بيشير في الدارات اقلتوا الدارة فم يذبع لسية صدقة ما عندكم احد هكذا عائلة لكم قال لكم اعلم و قطع فيه في الظروف أنه لا يعمل الرجل كبير لا يعمل والديك سيدة مريضة لا يعمل وقالت المعاونة عاونها وإذا لم تريد تعاونها قلوا لها غير كلام جيد غير كلام جيد صدقة هنا سواء مينون وغايشي في الوقتان قمين غايشي وشيخ مو سمحة قمين غايشي وشيخ مو سمحة لا يستطيع أن تخدم سوف تخدم سوف تجد الخدمة سوف يخدم رأسه لماذا سوف يأتي لك وكيف في الظروف ملقى الخدمة ملقى ما يأكل وكيف لديك قصدك وكيف تصدق وكيف تصدق وكيف لديك تهوة سوف يكون من ذلك النصيب لك تصدق سوف يستفد من ذلك الحصة ولكن هذا سوف تعطي لهم وهذا سوف تجريع لي لا هذا مخلق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سوف يسمحوا لي على هذا الهدرة سوف نجعلكم لا تريد أن نطول الفيديو سوف نجعلكم في أمان الله مرة أخرى إن شاء الله نجعله سوف نجعلكم في أمان الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا